بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشكر الباحثين الكرام على ما قدمه وعلى الجهد الذي قدمه وعلى أي حال كنت أتمنى أن لو كان هناك تطرق إلى بعضي دقائق الفهم والإدراك التي كانت عند الشخص أي من خلف ولربما كثير من الباحثين لم يطلعوا على بعض الأشياء فيما يتعلق بهذا الجانب فلذلك أردت أن أضيف إضافة يعني أضيف إضافة فيما يتعلق ب قوة فهم وأمق إدراكه وإضافة فيما يتعلق إضاء بقوة ذاكرة وهذا الأمران يعودان إلى قوة ذهنه فما يتعلق بقوة بعمق إدراكه وفهمه الدقيق يعني قبل أكثر من خمسين سنة قدم إلي الشيخ البيان أو أمير البيان الشيخ عبدالله بن عبدالله خليلي سؤالا وكان السؤال مصمة معمى ليس فيه ما يمكن أن يصل قارئ السؤال أو سامع السؤال إلى مغز السائل إلا نافذة صغيرة جدا وفي نفس اليوم شرع الشيخ في كتابة الجواب على هذا السؤال وكان الجواب أيضا مصمة لا يستطيع قارئه أن يدرك معناه إلا من خلال نافذة صغيرة جدا كانت النافذتان هما معبر من أراد الوصول إلى السؤال وإلى الجواب أما بالنسبة إلى النافذة التي في السؤال فهي كلمة خلف الأحمر والنافذة التي في الجواب هي كلمة العاقب الأحمر من خلال هاتين النافذتين والشيخ أدرك فورا مغز هذا السؤال وأجاب بنفس الأسلوب وأرسل من بعد السؤال والجواب إلى أحد الفقهاء في ذلك الوقت وكان أيضا أليبا بارعا فهما ولكن مع ذلك رد علي واتطلعت بنفسي على الرد كتب إلي اطلعت على السؤال والجواب ولم أفهم منهما شيئا هذا الجانب يتعلق بأمق الفهم والإدراك أما الجانب الآخر جانب الذاكرة يعني حضرت في جلسة في أواخر الرابع عشر هجري في القاهرة وحضر أحد من الناس هذا في عام 1499 حضر أليست فلانا قال له بلا قال عرفتك لأني رأيتك في موسم الحج في عام 1366 رأيتك وكنت حضرت عند الشيخ بإسحاق وكنت معه فقال لك كلاما إيش تذكرتك به ماشا الله يعني ما رآه مدة 33 سنة ولكن مع ذلك بمجرد رؤيته له عرفه وعرف الوقت الذي التقيا فيه وذكره بالمكان والزمان وذكره حتى بالحديث الثلاثية ماشا الله فهذا يدل على أمق على حدة الذهم قوة الذاكرة فهذا الجانب ما تبنيت جانب القصيدة هذا ولو طرق قصيدة السؤال والجواب أو قصيدتي السؤال والجواب نريد نسمعها منك لا 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 ما عندي تكت ذاكرة لعل الشيخ محمد عبدالله يتحفن بالقصيدتين يعني الذاكر لعله. وعلى كل حال ينظر إلى جواباته يعني خلف الأحمر والآقب الأحمر. بارك الله خير. اشتركوا في القناة.